هذا العلاج ليس كثير صعب نحن عالجه بالخواتم السليمانية وهذا العلاج ليس كثير صعب فتمنى منكم اي ناس عندها بتعرف ان عندها هذا النوع من الشيء تتواصل معي تسوي كشف ما هيصير شيء لعلاجات يا اخوان توصل يا اما على باب البيت يا اما بتجوا حضرتكم تستلموها من عندي من المكاتب ناخد كمان الاتصال السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام الحمد لله على كل حال تفضلي يا عيوني انا قاعدة بتطرج بالتلفزيون وشفت وشفت حصيت ان الاغرض عليك هذه المشكلة تفضلي يا عيوني بسمعك اكيد تفضلي عندي مشاكل يعني كل ما يصير فيه خطوبة كل ما يصير فيه يعني خطابة تفضلي كثير من المشاكل قبل ما تكلميني حبيبتي بدي منك بس اسم الوالدة والعمر انا اسم الوالدة ريهام سامر بنت ريهام كم عمرك يا سامر انا والله يعني بدي احل هذه المشكلة وكيشي ما يصير كيش صحيح حبيبتي سامر بدي اسألك سؤال انا اول شي عندك في عندك وجع باصفل ظهرك هذا على طول مواكبك بدي اسألك عن حرمة اسمها فتون تعرفيها هلأ حبيبتي يعني انا ما كان لازم يمكن اقول لك اسمها هلأ اتواصلي معي انت تحت الهواء يا عيوني لانه في موضوع جدي كتير وخطير وهو اللي مخارب حياتك بدي اتكلمك فيه حبيبتي واضحة ولا همك حبيبتي موضوعك محلول ان شاء الله بده شوية متابعة وبده بدي منك تركز معي كتير منيح بتتواصلي معي حبيبتي بتواصلي معي بعد ساعتين وان شاء الله كله خير حبيبتي 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 قلبي ولا يهمك مع السلامة يا سارة تحولوا لك والنفنة طيب يا اخوان حلا بعطيت بعد معنا شوية وقت كمان ناخد اتصالات انا عم باخد اتصالات علشان اللي عم يتصل يعني ما نخيب له ظنه بده يتصل عليه ويتكلم معي ان شاء الله انا موجودة بجميع الاوقات ارقامي مفتوحة قدامكم يعني اي احد عنده مشكلة اي احد بده يطرح مشكلة ان شاء الله انا موجودة وبس معكم طول العمر ان شاء الله كمان مناخد اتصال الو الو السلام عليكم يا شيكا وعليكم السلام ورحمة الله معاك يا مضاوي يا مضاوي يا هلا مضاوي يا اختي يا جواهر بلا أسلت شؤال عندي انا وثواة صهري تمام؟ كنا عم نتكلم عنه صحيح عندي وثواة صهري وعندي خوف على أولادي تير يعني عندي للقاح اولا اي اخي متخنطاوي اخ نضاوي اولا انا ما بسمح للمريض اللي انا عندي كذا وعندي كذا ليش؟ لانه انا اللي بشوفه بتكلم عنه هلا انت مضاوي بمرة بدي العمر يا مضاوي بس عمري 47 سنة 47 سنة خليك معي دقيقة وحدة بس سواء يا مضاوي نعم انت ما بتقدر تجلس مع الناس يعني الناس مطلعين عليك سوالف انو انت بناك رجال كثير يتكلمون بعض الموضوع ومؤثر على حياتي كثير يعني ما تتخيل لي قلداش ولا يهمك ينضاوي هلا انت في عندك حول ولا قوة في عندكم مشاكل قديمة بين عيلة معينة ما حا اذكر اسمها هاي المشاكل يا اخي هي اللي تطورت وخلت النسوان اللي عندها متل ما تكلمنا من شوي عندها امراض نفسية او غيره هما اللي مساويين متل سحر على عيلتك في السحر يا مضاوي خلي اتكلم خلي اتكلم يا مضاوي انت عندك هذه الحالة صار لها تقريبا حوالي سبع سنوات ما صحيح قريبا طيب سبع سنوات لانو انا عندي واضح جدا انو في ناس مشتغلين عليكم وعملي لكم سحر تشوف لي وللاسف مدفون يعني هذا النوع القوي انا جربت كدا جربت كدا جربت كدا شيك وكل هفة ما اجدر احد قدمي يعني وانا قادم بشي ولكن في ناس شفروا جانون يعني وانا شفت حلقاتك على التلسفينيان فشاهد حلقاتك والحفظ يعني قلت اجرب عندك انشاء طيعن انضع بالله يكون العلاج على يدك ولا يهمك يا مضاوي هذا الكلام ما بيفيد انا بيهمني انو تكلم بالعلاج من بكرة لانو في عندك ارقام ما كتير حلوة على زوجتك وعلى الولاد من بكرة بتكلمني او اللي بعده لانو يعني ما بعرف على ضيق الوقت بلك تتكلم معي باي وقت بقدر اردعليك فيه يا ابن الاخر لانو في عندك اشارات على الولاد ما حلوة ومعجبتني فتواصل معي ضروري انا يهمني اولادي اكثر من نفسي يعني مع الله يهمني نفسي يهمني اولادي يا مضاوي ازا بدي اتكلم ازا بدي اتكلم ازا بدي اقلك على السكر ازا بدي اقلك على الشلل بيدك اليسرى ازا بدي اتكلم عن وضعك المادي الما حلوة ابدا ازا بدي اتكلم عن صحة الاولاد ازا بدي اتكلم يعني الامور اللي عندك كبيرة وطويلة فقلينا ناجلها لوقت اخر نعطي وقت للمشاهدين لانو ان شاء الله موضوعك محلول لكن بدي منك كمان متل ما طلبت من شوي تكون مركز معي كتير وتفهم كلامي مية بالمية تواصل معي بعد ثلاث ساعات تقريبا من هلأ وان شاء الله كل امورك طيبة ان شاء الله كل امورك طيبة مضاوي قبل ما تسكر الله خليليك مضاوي بدي اطلب منك طلب قبل ما تسكر تقرأ سورة التوبة والاخلاص علي كباية مي وده كل يوم ثلاث مرات الصبح والظهر الصبح الصبح والظهر كل مرة الصبح ثلاث مرات على كباية مي بتشربهم التوبة والاخلاص ثلاث مرات بثلاث مرات على كباية مي تمام عم تسمعني الصبح وظهر وعشية لمدة سبعة ايام و بترجع تتواصل معي طبعا بدك تحكي معي بعد ثلاث ساعات لان في امور بدي احكيها معاك هلا هذا شيه باك تبلش فيه من اليوم طيب 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 اصدقى اطفاد من الليلة ان شاء الله حى الصبح ابدأ من الصبح احسن وانشاء الله هنتكلم نحن في امور حتخليك تفرح وانشاء الله ولي همك ولي همك السكر الله عزو وزيلا شكر الله طيب يا اخوان قلت لكم انا فيه مواضيع ما بادر اشرحها وما بادر احكيها لكن الاخ هون يعني وعب مصيبة واللي عنده ما بيحمله يعني متحمله الجبال يعني فيه كتير غصاص عليه وهو متحمل لكن ما نداري انه فيه ناس وهم اللي وراء هاد الشيء كله فان شاء الله الموضوع محلول لا تعتل همية مضاورة طيب اخوان انا بتكلمكم كنت عم تتكلم شوية على الوسواس القاهري الوسواس القاهري هو موضوع يعني بيخلق مع الانسان فهذا نحن بنسوي له لنا لكم شوية حشار كريمة يعني عم يجين كتير عوارض منه وكتير ناس بيقولوا لي لا نحن ما عنا اياه هو بالفعل موجود عندهم ناخد كمان الاتصال الو الو يا هلا الو السلام عليكم وعليكم السلام يا هلا حبيبتي التقدر الحمد لله نسكر الله شيخ انا والله مستطحة بحاول تدق اليك بس ما مفيش تعليق ما بيعلمش حبيبتي من كترة درع ويتدق بيش اتكلم معاك انا اسم سليمة بنت مريبة عم 35 سنة عوزة الارب انا زيز وحد مأتي ما تقوم بيش حبيبتي تقلبي كل ما تعرف على الاراب الزيدي اللي تعرف علي ويش كيروه 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 حبيبتي سليمة هادي المشكلة عم تعاني من الوطن العربي كله بالنسبة للعنوسة يعني في كتير عم تكتر هذه المشاكل وكتير عم بتطيد فحبيبتي تقلبي انا بدي اسألك سؤال انتي اخر شخص اتقدملك ليش رفضتي فيك تعطيني جواب ولا منحكي بعدين الى واحدنا نحن احنا الهواء نحن على الهواء طبيعي حبيب طيب خضرت نتكلم بعد الهواء انا ما اداش اتكلم بالموضوع ده لا انا مشكلة منك يعني اخر مشكلة كانت منك انتي عرفتي ليش عم باسألك هاد السؤال فاي احد ينتبه ليش هو اللي مثوي المشكلة او ليش غيره مثوية لا فانا مبين عندي في عندك بعض انا بتهمك بعض الامور لكن انشاء الله في لك عندي خاتم هو هاد اللي هيبير حياتك حبيبتي اتكلم معك بعض اتكلم معي بعض يعني فيك تتكلم معي بعض ساعتين وانشاء الله موضوعك محرور حبيب لا يهمك ولا يهمك خبيب تقلبي ولا يهمك يا ايوني خير ان شاء الله على ايد ان شاء الله لا يهمك مع السلامة طيب اخوان العزاء اه مثل ما شفتو الاخت عم تكلمني عن الموضوع انه صار لهوقت ما تزوجته هي عندها مشكلة يعني هي بيجيها عريس بتقول له انت ما عندك فلوس مثلا ما عندك جمال او غيره او انت بتكون المشكلة من عندنا مش من عند الغير فكمان احنا نكفي بعد عنا فترة قصيرة حسب ما سمعت بعد عنا وقت ناخد في اتصال او اتصالين ان شاء الله اخوان علاج البوهاك هذا دول احنا نسويينه عندنا هون خالطين بعض الاعشاب وموطلين عليها ان شاء الله نبعث لكم اياها بتوصل عندكم على باب البيت علاج البوهاك هذا شيء يعني ما اي احد بيقدر تحمل مسؤوليته لانه هذا موضوع ضخم وموضوع مانو سهل احنا مجتمعين عليك كذا شيف علشان نعملنا وسوينا ان شاء الله بيوصل عندكم على العناوين اللي بتعطينا اياها طيب اخوان بعد معنا تقريبا باقي كتين اتكلم فيهم كان في عندي رجال عم التواصل معي كان عم يطلب مني علاج لفتح الرزق هذا الرجل مراقب باوقات كتير صعبة عليه كان عنده مال كان عنده جاه كان عنده عيلة كان عنده وعنده فاجي يوم من الايام هذا الرجل احواله ادهورت هذا الموضوع كلمني باختصار هكلمكم انا كمان باختصار هذا الرجل كان تحواله كتير حلوه متل ما قلنا وكان عنده عياله حواليه فجأة اعطاني خبر قال لي انه كل شيء من الدم ترجمة نانسي قنقر